السلام عليكم مرحبا بكم في النهار اليوم كيف حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير اليوم جيتكم في هذا الفيديو باهم الحشوات اللي تقدروا تستخدمهم في الكراب بصريت تاعكم تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا اهم الحشوات اللي استخدمتهم هنا لدينا الكبير تاعد الدجاج وهنا لدينا لفيون داشي نبدأ باول حشوة حشوة الاولى لفيون داشي رفقناها احنا مع البصلة كما تعرفوا احنا نحب البصلة بزاف بزاف ونرفقها مع كامل اطباق التوم للملاح والفلفل اللي كحل نبدأ وعلى بركة الله هنا المقلب تعنا بعد ما عملناها على درجة حرارة متوسطة زدنا ضيفنا للزيت بعد ما ضيفنا للزيت نزيدوها للبصلة نخليوها تشحر مليح مليح ونقليوها بعد ما تشحرنا البصلة بتاعنا نزيدو نضيفو الافيون داشي كما تعرفوا الافيون داشي في ساعة ضيب ما تطولش نضيفو في الفصوص تاعة التوم بتاعنا نزيدو فصوص غلا ثلاثة نحن نحبو نرافقو التوم وصورتو انا في الدار نحب نرافق التوم نحب الريحة تاعة التوم بزاف بزاف نصف كنظرين ونقليوها تعملون الفلفل الكحال والملح ولا أسهل لن تكون هذه المكونات اللي ما يعرفه مش سهلين هذا بعد ما كمل طيب تاع الابيون داشي تاعنا نعملنا نحفح البول بش يبرد وزيدنا لالاكخام بشمل بشامل. ومسج الملح ملح الخالي التعمى. هادي اول حشوة. اللي نقدرون نعملها في الكخاب التعمى. ثانيا عدنا هنا. الكابيت عدنا نرفقها برصص طومات ملح الفلفل الكحل والكمون. نبدأ على بركة الله. بعد ما من المقلة نضيفه لشوية زيت. نضيفه للكابت على الدجاج. ونقلوها ملح ملح. بعد ما قلناها ملح ملح تبدأ تطلق هادا كل ما التعمى. بدون نضيفه لفتون. كما احنا مدى بنا هادك هاد الكبدة تعمى تشرب هادك لاصوس تعام. ما نستحجوها نضيفه للكمون. فلفل الكحل والملح. ونزيدوها شوية تعطو ما تكون صندخي. ونقلوها ملح ملح. نسنوها غيلة تنشف. نحتاجوها نحتاجوها بهاد القوام. ايا تعالين نعملوها في البول. وزيدو لكخام بشامل. لما استخدمش هاد الحشوة التانية يقدر يستخدم من الحشوة الاولى. احنا اختياري. ليحب الكبد. يقدر يستخدم الكبد. ولي الدجاج يقدر يخدم الدجاج. نبدأ ونوركم الطريقة اللي عملونا بهاد الكخاب التانية. هاي الواجهة اللي نستخدمو فيها. نعملو فيها الحشوة. هوا بعد ما من الحشوة. احنا زيدنا ضيفنا لدي طرنش تاع فروماج. ثم تقدر تضيفو الشامبينيون اي حاجة تحبوها. شو الطريقة اللي غلقنا بهم هادو كليك خاب. صاريتنا. ونبدأو نور فيهم. شو الطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله الطبق دينا لنهار اليوم يكون نال اعجابكم بالحشوات. لنهار اليوم تكون سهلة وبسيطة عليكم وتجربوها وتنجح لكم هي حشوات تسهلة وبسيطة. اللي ما استخدمش الحشوة الاولى يقدر يستخدم الحشوة الثانية. وهو الطبق النهائي شوف انا كش زينته وباش زينته وباش رفقته. معدي الطرنش تعليم وفروماجه. ان شاء الله هيكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو لنهار اليوم ما تنسوش تدعموني باللايك والابوني والضغط على زر الجرس. باي باي.